اهلا بكم مشاهدين الى جولة في ابرز العنوين الصادرة في الصحف العربية والاجنبية لنهار اليوم نستهلوها من صحيفة المساء الجزائرية والتي عنونت صدر صفحتها هبة شعبية ورسمية نصرة لفلسطين الجزائر ثابتة على مواقفها في ظل صمت المطبعين اذا كتبت الصحيفة يتواصل الدعم الرسمي والشعبي لجزائر مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة واقتحامات باحات المسجد الاقصى حيث جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تضامن الجزائر الكامل مع هذه القضية معتبرا ان السلام العادل والشامل ابقى خيارا استراتيجيا لن يأتي الا من خلال اقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف الى صحيفة القدس العربي كتبت بالبوند العريض في صفحتها الرئيسية غزة تواجه حرب ابادة وقالت الصحيفة ان الاحتلال عمق حربه الوحشية على قطاع غزة بهدف تركيع وكسر المقاومة الفلسطينية واستمر القصف الوحشي مرتكبا مجموعة من المجازر التي قتل فيها عشرة المواطنين واستهدف القصف مساكن وبنايات مدنية في غزة الى جانب شن هجمات ساروخية ضمن احزم نارية حولت مربعات سكنية ومساجد ومقرات حكومية وتعليمية الى كتل من الرماد كما نفذت طائرة الاحتلال سلسلة من الغارات بفاصل زمني قصير تقول الصحيفة على قطاع غزة من شرقه الى غربه حيث وصفت بانها الاعنف في تاريخ القطاع الى صحيفة العربي الجديد في رابع ايام طفان الاقصى غزة تحت النار والحصار الاحتلال يشن حرب ابادة على غزة كعادته لجأ الاحتلال الصهيوني الى الانتقام من المدنيين في قطاع غزة للرد على طفان الاقصى التي اطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس صباح السبت تدخل يومها الرابع لردع جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحامته المتكررة وعدوانه على المسجد الاقصى وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت ان عدد الشهداء وصل الى نحو 687 شهيدا فضلا عن الاف الجرحة قالت صحيفة العرب الجديد ان الاحتلال دمر من خلال القصف مباني الجامعة الاسلامية وميدان الصناعة ووزارة الاوقاف وشركة الاتصالات ووزارات المالية الى جانب تدمير طرق عامة وابراج ومباني سكنية ومساجدة وايضا مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة الاخبار اللبنانية قالت ان الاحتلال يستنجد بامريكا عسكريا ضد حزب الله واعلن وزير الجيش الصهيوني يواث غالانت فرض حصار مطبق على قطاع غزة وقال نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة لا كهرباء لا طعام ولا ماء ولا غاز كل شيء مغلق في السياق ذاته قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني ان الجيش قام بتعبئة نحو ثلاثمائة الف فرض للاحتياط وهو رقم بحسب الصحيفة يشير الى استعدادات لاعلان الحرب البرية على القطاع كما قالت وسائل اعلام عبرية ان اعداد القتل الصهاينة وصلت الى تسعمائة قتيل الى صحيفة الواشنطن بوست الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة ونزوح ازيد من مئة وعشرين الف فلسطيني تسبب قصف الاحتلال المكتف على مناطق مختلفة من قطاع غزة بنزوح اكثر من مئة وعشرين الف شخص مع حجد عشرات الالاف من الجنود في محيط قطاع غزة واعلن وزير الدفاع الصهيوني عن حصار غزة صحيفة الواشنطن بوست قالت ايضا ان مسؤولين امريكيين يتوقعون ان يبدأ جيش الاحتلال حربا برية ضد قطاع غزة في غضون 24 ساعة او 48 ساعة واعلنت كتائب القسام عن مقتل اربعة اسرى صهاينة لديها جراء القسف المتواصل على قطاع غزة صحيفة الڭارديان ايضا ذهبت في ذات السياق هي وصحيفة الفاينوشال تايمز البريطانية حيث قالت ان الاحتلال يعلن حصار غزة وحماس تهدد الفاينوشال تايمز قالت ايضا ان الاحتلال يفرض حصارا كاملا على القطاع والانديبنتت البريطانية كشفت عن مقتل او فقدان عشرة بريطانيين في الاراضي المحتلة قالت صحيفة النقلا عن مصدر رسمي ان هناك مخاوف من ان اكثر من عشرة بريطانيين قتلوا او فقدوا في الاراضي المحتلة مشاهدين الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه الجولة في امان الله اشتركوا في القناة